بعد ما خلص الشهر الثاني من العام الدراسي وأعلنت نقابة لمعالمين الإضراب بالمدارس الخاصة بـ 26 الشهر الحالي فبعد سبعة شهر من الشلل الحكومة وبعد أكتر من أربعة شهر من الجلسات بالمجلس النيابي ما تم إقرار السلسلة وفق المذكرة المقدمة لللجنة النيابية الفرعية وصار التأخر غير مقبول خاصة بموضوع عدم أعطاء نسبة زيادة لغلى المعيشة لكل الفئات بتساوي نحن عم نطالب بغلى معيشة واحد 120% بس يجي هالفقير لا يطالب بيصير بيقولوله ما فيه لا الهدر فيه لا السرقة فيه وقال نحن السلسلة إذا عطوك حق إيك بيخراب البلد أضراب عم بيشمل كل القطاع العام من دون استثناء لمعالمين بالمدارس الرسمية وبالسنويات أما في حال تجاوب اللجنة النيابية الفرعية مشونا المئة وعشرين بالمئة نحن لهم من الشاكرين وما منعمل أضراب إذن 26 تشرين الثاني اضراب حتى إشعار آخر ترجمة نانسي قنقر